اشتركوا في القناة 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 في سبع نومة ويونس بصلها بغيز وقال رحاتي ازازة مية متلجة رباب كانت هتمشي بس رجعت له تاني وقالت هو انت ناوي تعمل اي بالمية لما ترجع هتشوفي بنفسك هعمل ايه انجزي جريت رباب واشترت ازازة مية ورجعت ليونس اللي اخد المية وما تردتش انه يكبها فوق دماغ ميان اللي صحية مفزوع من النوم وقالت هو في ايه من بيغرق إلحقوني صح النوم ده انت لو نايمة تحت الارض كنت هتصحي اسرع من كده يلا قدامها لفوق لما شوف كنت فين لغيز دلوقتي ميان نزلت من العربية وبصت للرباب اللي كانت وقفة خايفة انها تفتكر اي حاجة حصلت وميان قالت انا كنت بذاكر عندي رباب في البيت والوقت سرقنا بص يونس للرباب بشك ورباب قالت ايوه احنا كنا بنذاكر عندي في البيت ونسينا الوقت ولما عرفنا ان الوقت اتأخر نزلت علشان اوصلها هو هو انا نمت ازاي في العربية رباب قربت من ميان وقلت بهمس بعدين يا حبيبتي الله يكون فوانك من الوحش ده طب يلا قدامي خلنا نطلع فوق ميان طلعت ورا يونس اما رباب فوقفت وقلت الحمد لله مشكتش في حاجة يبقى اكيد مش فكرة اللي حصل ولو افتكرت هبقى اقول لها ان انا كمان كنت زيها وفي شقة يونس فتح الباب واللي اتنين دخلوا يونس وقف وبيخبط رجليه في الارض بغضب وقال انت الحد امتها تفضلي مستهترة كده ومش شايلة مسئولية وقفت ميان وربعت ايدها وقالت انت يعني شايفني مستهترة كده في ايه ها هو انت عاوز تتحكم فيها وخلاص ايه اتأخرت شوية مع صاحبتي نفخت ميان بدي ودخلت قضتها وفي نفس الوقت جات ريناد وقالت في ايه يونس بتزعق كده ليه انا طلعت على صوتك وعند عاصم كان رايح جايب غضب وقال ازاي ادروا يفلتوا منها كافيلا نحن نصلى عليهم الجنزة النهاردة يظهر ان هما لسه لهم عمر علشان يعيشوا بقولك ايه الاسم يونس ده سيبه لي انا ليا طريقة معاه واخلصك منه خالص هتعمل ايه يعني ابتسم التمارة وقالت قضية كده صغنونة تخلي يدخل السجن فيها سنتين ثلاثة ده غير انه هيقلع بدلة الزباط اللي قرفنا بيها لا بقى اعودي كده واحكي لنا ويعلى ايه هحكي لك بس لو نفست اللي انت عاوزه مش هتنزل عن عربية موديل السنادي مش خسارة فيك بس يلا شوقتيني بس يا سيدي احنا هنحط له كده هدية صغنونة في عربيته ونبلغ عنه انه بيتاجر ونجي بايا لسوابق ونقول انه كان بيشغلهم لحسابه دماغ دي تتقل بالدهب منا يا ما قلتلك سلم ليه دماغك بس وانت مش هتخسر حاجة وعنده عمر اللي كان قاعد بيتفرج على فيديوهات مايان وهي بترقص دخل علي طايمور اخو وقال ايه عم بتعمل ايه انت مش ناوي تجبر وتقل بقى جات سنة امهم وقالت حمد الله على سلامتك يا طايمور قويز انك جيت علشان تتعش معنا عمر كان مشغول بالتليفون اما طايمور فقال هو الودة بيتفرج عليه ومش بيرد علينا سيبك منه كنت سمعه بيتكلم في التليفون وبيقول على مقلب كده في بنت طايمور قرب من عمر وقال وريني كده بتتفرج عليه طايمور اتفاجئ لما شاف مايان اختي يوني الصحب وقال ايه ده انت ايه ايه اللي جاب صور مايانك على تليفونك وريني كده انت تعرف البنت اللي بترقص دي يا طايمور اه دي تبقى مايان القضي اختي يونس القضي زملنا كنت شفتها في حفلة من حفلة عيد الشرطة اه انا صورتها علشان اخد حق منها هو بعد انها بعط لاخوها الصور يشوف اخته بتعمل ايه من وراه انت تجننت ده ممكن يأذيها وممكن يعمل فيك حاجة انت كمان ملكش دعو انت ما تتدخلش اصلا شكلها مهيبرة تلاقيها كانت مش في وعيها يونس لو اعرف انك صورت اخته كده مش هيعدها لك خلاص هيبقى بلاش يونس اخلي الجامعة كلها تصبح عليها انا بنصحك يا عمر هو انت حر ماما حضر العشاء لانها كله امونام طايمور خلص كلامه ومشى وسنقالت بلاش يا عمر انا اسمع ان يونس القضي ده صعب وممكن يعمل فيك حاجة صعب على نفسه مش عليا وهو انت شايفة طايمور بنفسه مهموش رغم انه صعبه انت عارف ان طايمور ويونس مش صحاب وعمرهم ما اتفقوا سوا يو يعني هي جت عليه سيبني بقى اتفرج وانا سكت وعندي ريناد اللي كانت قعدة مع مايان وقالت احكي لي بقى مالو يونس متخنق معك كده لي ده نطلعت على صوته يونس ده خنق قوي بيعملني ولا كأني عسكري عنده اف انا زهقت هي بنتي والله هي يونس ده طيب وحنين وما فيش اقدع منه هو بس خايف عليك اه انت بس علشان بتحبي ما هما بيقولوا مرأة الحب عمية يا سلام هو انت يا اني شايفة حاسس اوي بيا ولا واخد باله اصلا المهم غيري الموضع بقى انا رحت نورة باب عيد ميلاد واحدة صحبتنا بس الغريبة الاربع ساعة دول انا مش فاكرة فيهم اي حاجة خالص مش فاكرة ازاياني فاهميني بيت انت شربت حاجة عب عليكي انت تعرفي عني كده لا طبعا بس انا فعلا مش فاكرة يمكن علشان عوزة انا من دلوقتي لما اصحاف تكر طب انا همشي وبكرة تحكيلي على كل حاجة تمام بس خد الباب في ايدك خرجت ريناد ويونيس كان قاعد متضايق قربت منه ريناد وقالت ما دخلتش ليتنا مع السرين انت لسه تعبان ما قلتلكش هي كانت فين هو انت بتشكي فيها ولا ده سؤال للسفصار هي تفرق معك يعني طبعا هتفرق على فكرة مايان لسه عيلة صغيرة ومش فاهمة حاجة لازم تعملها بهدوء اكتر من كده لا فاهمة كويس ولازم تعرف انها مبقتش العيلة مضافاية وان كل العيلة بتدلعها انت الكلام معك مش هيخلص وانا بصراحة فصلت وعيزة نام روحي انا غلطا اصلا اني بتكلم معاك ده حكيت مايان طبعا على فكرة بقى انا عرفت هي كانت سهرانا فين ومش هقولك ها والتاني يوم في الجامعة كانت مايان قاعدة مع ربا في الكفاتيريا وهي حاسة بصدع من وقت ما صحت من النوم وانا الصدع هيجنيني ومش قادرة فتحنا يا خالص مثلت ربا بو قالت وانا كمان برضو كده تقريبا علشان السهر بقولك ايه انا مش فكرة حاجة من اللي حصل كل اللي فاكره اني يوني الصحاني وانا نايمة في عربيتك انتي بجد نسية كله كله او والله من وقت ما دخلنا النايت لحد ما روحت وانا مش ادرى جمع ايه اللي حصل ربا بقالت في نفسها اللي بتعرفي اللي حصل ذا انتي مش بايت تعلم علي احنا تأخرنا على محاضرة دكتور وليد يلا بينا تمام يلا بس بعد ما نخلص المحاضرة تحكيلي على كل حاجة دخلت مايان وربا مدرج المحاضرات واتفاجأت لما شافت الدفع كلها مسكين تلفنتهم وبيبصوا لها شوية وبيتفرقوا على الفيديوهات وبيهمسوا باسمها هم مالهم دول في ايه ربا بقالت بهمس يبقى كده عمر وراء اللي حصل منك لله يا عمر بقولك ايه يا ميان ما تيجي نخلع من المحاضرة دي ونروح نوضع لك كفاترية نحكي لا انا عاوز اعرف هم بيتفرقوا على ايه وبيبصوا لي كده ليه واحدة زميلتهم قربت من ميان وقالت تم انتي فكها الاخره ام العامل لنا لي فيها ستة خضر الشريفة وما فيش حد عاجبها ما يانت عصبت وقالت انتي بتقولي ايه يا حيوان انتي انا اشرف منك مليون مرة جاء واحد زميلهم وقال مش اشرف اوى على فكرة متاخديش الكلام على سدرك كده كلنا شفنا انت عملت ايه ولا انت الصبح بحال وبالليل بحال تاني وقال ان التليفون ده بتتفرجوا على ايه وقف عمر في نهاية المدرج ومع شاشة العرض وبدأ يعرض فيديوهات ميان وهي بترقص والدفع كلها بتتفرج وفي منهم شمتان فيها واللي منهم زعلان اما ميان فما استحملتش وجريت خرجت من المدرج وهي بتعيت رباب جريت وراها وقالت ميان استني بس ميان خلينا نتكلم ميان جريت وركبت اول تاكسي وما ردتش على رباب اللي بتنادي وفي مركز التدريب كانت رينات بتلعب بوكسينج ويجه طيمر وقف جنبها وقال يونس عامل ايه النهاردة كان عاوز ينزل النهاردة معي وانا رفض ده محتاج راحة اسبوع الاقل غريب يونس ده عنده استعداد يعمل اي حاجة لاجل الشغل كلنا كده على فكرة لو جات لنا فرصة انك تعمل اي حاجة علشان شغلك وعلشان بلدك مش هتتأخر انا عارف بس هو مزودها قوي انا حاسس ان ما فيش حاجة في حياته غير الشغله بس اصدك ايه اصد يعني ان يونس مش بتاع جوزه وبيته واسرة وكده وإلا كان زمانه تجوز من زمان رينات سرحت في كلامه وطايمور كمل كلامه قال يونس شاب وسيم هو كارزمة وبنات كتير بتشوفه وبتعجب بيه بس ما يعرفوش اللي فيها انت تقصد ايه يعني وعلى فكرة يونس عادي ممكن يتجوز بس هو اللي بأجل تجوز شوية ايه بيكون نفسه مثلا يونس ما فيش حاجة في حياته غير شغله بس ياريت البنات ما تعشمش نفسها عالفادي رينات كانت حاسة بغيز وكملت لعب وطايمور ابتسم وسبها ومشى وقبل واحد من زميله وقال ما اطلعها بقى من دماغك هي اصلا بينا عليها ان مش في دماغها حد غير يونس طايمور قاعد يشيل حديد وقال ويونس ما فيش حد في دماغه غير الشغل والمهمات يبقى حرام تضيع حياتها وهي مستنيها هي صعبة عليك فعلا ولا في حاجة تانية لا مفيش ويلا بقى روح دلوقتي علشان عاوز اركز في اللي بعمله يا عم انا كان غرض مصلحتك عموما برحتك مش زياد وسبت يمر وبصلها بحبه وقال مش هسيبك مع حد ما يستهيلكيش انا بس اللي هقدر امتك اطعت لفونه اللي رنه واخده ومش بعيد علشان يرد عليه خير يا طمار ايه اللي خلك تفتكريني يعني بعد الغيبة الطاولة دي كلها ما عليش يا تيمو اصلي كنت مسافرة ولسه رجع مصر قريب وقلت لازم اكلمك اول واحد فيك الخير طمار العيش والملح طب ايه السهرة النهاردة فين انا كنت عاوزاك في خدمة كده وما فيش غيرك يقدر يسهل هالك خدمة ايه دي بص يونس القاضي عاوزاك تجيبه يسهر معك النهاردة ايه ستوب لحد هنا يا ترى يونس هيقع في الفخير اللي هتعمله طمارة ولا لا وإيه علاق الطايمور بطمارة اما ميان يا ترى عمر هيسومها بايه علشان ما يبعدش الصور ليونس كل ده هنعرف في الحلقات الجاية ايه ستنونا ولا وصل معنا لاخر الحلقة يعمل الشرق للقناة ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته